بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناة مستر كحل منصة سكواد هيلب قامت مؤخرا بتغيير الاسم الخاص بها من سكواد هيلب إلى أطوم دوت كوم هذا الخبر تم الإعلان عنه مؤخرا من طرف منصة سكواد هيلب وهذا الخبر نوعا ما قام بعمل ضجة كبيرة جدا يعني لدى المجتمع الخاص بالضمينة فما الذي جعل سكواد هيلب تقوم بتغيير الاسم ما هي خطط مستقبلية لسكواد هيلب وكيف سوف يؤثر هذا الأمر إجابا أو سلبا على الدومينرز على سكواد هيلب وعلى الذين يقومون باستخدام سكواد هيلب هذا ما سنقوم إن شاء الله بالتكلم عليه اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة من أخبار الدومينات لكن قبل ذلك سوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشاري ثم أعود إليكم مباشرة لكي أقوم بشرح لكم جميع التفاصيل هذا الفيديو هو برعاية موقع porkban.com porkban.com هو من أفضل المنصات الخاصة بشراء الضمينات وتوفر لك العديد من المزايا والعديد من الأشياء مثل الويب هوستين مثل الإيميل فوروردين والكثير والكثير من المعايير الأخرى منصة porkban هي منصة رائعة جدا فهي توفر لك مسألة أن تقوم بوضع الضمينات الخاصة بك على أفترنيك وتدعم خاصية الفاصل ترانسفير والتي ستزيد من مسألة بيع الضمينات الخاصة إن قمت باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي والذي هو ميستر كحل ففقط قم بمرسلتي وسأقوم باقتراح عليك التعبئة في ثلاثة يعني أنك إن قمت بشراء إبنى الضمينات سأقترح عليك ستة ضمينات إن قمت مرة أخرى بشراء تلك الستة الضمينات سأقترح عليك التعبئة في ثلاثة وسأرسل لك 18 ضمينات ومرة أخرى إن قمت بشراء باستعبال الكوبون سأقترح عليك مرة أخرى التعبئة في ثلاثة هذا يعني بأنك ممكن أن تقوم باستخدام الكوبون التخفيضي ثلاثة مرات متتالية هذا الأمصة فيعطيك تخفيض جيد جدا وسيعطيك مسألة أن تمتلك ضمينات جيدة تم اقتراحها مني شخصيا وهذه الضمينات هي جيدة قمت بتحليلها بشكل يدعو فإن قمت بالشراء باستخدام الكوبون التخفيضي الخاص بي ولدي ومستر كحل فقط قم بمرسلتي على الإيميل الذي تراه هنا في الشاشة أو فقط قم بمرسلتي على صفحتنا على فيسبوك وسأقوم بإرسال لك جميع الأشياء التي وعدتك بها فبعدها قمنا بالتعرف على منصة porkband.com سوف نمر الآن إلى الشرح العملي إذن مرحبا بكم من جد فسابقا شرحت لكم الكثير من المنصات الخاصة ببيع البراندات ومن بين المنصات التي شرحت لكم في دورة البراند بالضمين وهي منصة squadhelp.com squadhelp هي أحد المنصات التي يتم في بيع البراندات وكذلك يتم بيع فيها ضمينات بسعر الجملة squadhelp بدأت قبل عشرة سنوات لم تبدأ ببيع الضمينات بدأت ببساطة بالنaming contest هذا يعني أن منصة squadhelp بدأت البزنس الخاص بها بالتسميات أو الـ naming ماذا نقصد بهذا؟ ببساطة عندما يقوم مثلا شخص ما بمثلا لديه فكرة مشروع ويريد مثلا أن يقوم ببناء مشروع ما ولا يعرف ماذا يسمي الإسم الخاص بي فكان يقوم بالذهاب إلى منصة squadhelp يقوم بكتابة requirement الخاصة به يقوم بكتابة المتطلبات يقوم بكتابة يعني المتمنيات التي يريدها في ذلك الإسم الخاص به ثم هنا يقوم بوضع الأنونس أو مثلا يقوم بوضع ذلك الإعلان هنا يبدأ الأشخاص في squadhelp باقتراح الأسماء هناك من يقتلح اسم هناك من يقتلح عدة أسماء والشخص المالك البزنس عندما يقوم مثلا ويريد مثلا ويقرر أن هذا الإسم الذي يريد هنا وبكل بساطة يقوم بعمل approve لهذا الإسم وهنا كانت squadhelp تقوم بأخذ عمولة والشخص الذي قام باقتراح ذلك الإسم يقوم بعمل الحصول على الأموال وبكل بساطة هذا الأمر كان منذ سنوات طويلة وبعد زال إلى حدود الساعة للأسف squadhelp لا يقبل الدول العربية لكنه موجود إن قمت بالاشتغال بVP عندما بدأت squadhelp تكبر شيئا فشيئا قامت بالمرور إلى المستوى الثاني والذي هو أن تقوم بوضع marketplace خاصة في بيع الضمينات هذا يعني أنه عندما يقوم الشخص والزبون بالمجيء ويقوم بالبحث عن ضمينات هنا إما أنه يقوم باقتراح المتطلبات وكل تلك الأشياء أو أنه يبحث في الأسماء الموجودة في squadhelp هنا يعني أنه يبحث في الأسماء الموجودة ويقوم بالشيلاء منصة squadhelp بدأت تكبر شيئا فشيئا وبدأت أصبحت معروفة نوعا ما في مجتمع الخاص بالطومينرز وبدأت تكون نوعا ما اسم خاص به حتى عند الزبائن المحتملين هنا أصبحت squadhelp تطور من نفسها أكثر فأكثر فبدأت تقوم بإدخال الدكاء الاصطناعي في العمل الخاص بها بدأت تقوم بوضع كذلك الضمينات دات امتدادات أخرى غير دوت كوم بدأت تقوم كذلك باقتراح كذلك ضمينات الهاي بريميم يعني ضمينات الكلمة الواحدة الحرفين أثلاثة حرف وهكذا يعني أن منصة squadhelp بدأت تكبر شيئا فشيئا لكن المشكلة الحاصلة التي كان دائما يحصل مع squadhelp هو أن بعض من الزبائن كان نوعا ما ينسى الاسم نظرا لأنه نوعا ما ممكن أن يجده وطويل صحيح أن البراند الخاص ب squadhelp هو يعتبر قوي جدا يعني ككلمتين هي قوية جدا لكن هناك بعض الزبائن الذين يقوم بكتابته بشكل خاطئ ما أنه يقوم بكتابات squad بشكل خاطئ أو أنه يقوم مثلا بكتابات squad بحرف K أو أشياء من القبيل فهنا squadhelp قالت في الصميمة نفسها لماذا سأضيع الترافيك لما لا أبحث على ضمين أفضل هنا عندما نقول الترافيك لا نقصد ملايين الترافيك نحن هنا نتكلم على البيتو بي نتكلم على البراندين نتكلم على زبون مهتم جد مهتم عندما أنت تقوم بتضيعه فأنت هنا تضيع عليك فرصة جيدة لربح المال بشكل وفير هنا نحن لا نتحدث على البيتو سي لا نتحدث على موقع أدسنس يأتيه ألف الزيارة لا نتكلم على هذه الأشياء بل نتكلم على أشياء دقيقة أشياء معمقة أشياء أكتر قوة وأكتر عمق حتى نكون واضحا فهنا هو بكل بساطة منصة squadhelp عندما رأت هذا الأمر ونوعا ما فكرت قالت في صميمة نفسها أنا أقوم بعمل النامين بكونتست وكذلك أقوم بعمل دومين مركز وتفكر كذلك حتى في إضافة أشياء أخرى مثلا مثل التريد مارك بروتيكشن وكذلك الإي بي بروتيكشن وكذلك الكثير من الأفكار التي ستقوم بضمها إلى البروداكت الخاصة بها التي تهم البيتو بي يعني مساعدة البيزنس اونرز من أجل إيجاد أفضل الأسماء الخاصة بها فهنا قالت في صميمة نفسها لماذا لا أبحث على دومين أفضل سهلا نطق سهلا تذكر ودومين سوف يجعل أي شخص يقوم بالمجيء والحصول على بصير بي سيزن خاصة به بدون أي تعقيدات فهنا قاموا بشيراء دومين atom.com atom يعني أربعة حروف وكذلك لديه معنى فهذا الدومين يعني قامت بشيراء من أحد الدومينرز أحد الدومينز المعروف إلى حد الساعة لا أحد يعرف كم السعر الذي تم بيع به هذا الدومين لكن نوعا ما سيعتبر السعر مرتفع لأن هذا الدومينر دائما يطلب أسعار كبيرة وحتى الشركات عندما تريد نوعا ما عمل rebranding فهنا ستقوم بشيراء الطومين مهما كان السعر هنا تكلمت على مصطلح مهم جدا والذي هو rebranding rebranding وهو أن الشركة تقوم بتغيير البراند الخاص بها من أجل أن تقوم بالارتقاء إلى مستوية أفضل هنا هذا الأمر يعتبر سيف دو حدين إما أن هذا الريبranding سوف يكون في صليحك أو أنه سوف يكون ليس في صليحك وسوف يجعلك تقوم بفقدان الزبائن وسأعطيكم مثالين حول هذا الأمر عندما نتكلم على الريبranding الناجح سوف نتقوم مثلا بإعطاء مثال بترانسفير وايز الذي أصبح اسمه وايز دوت كوم وهذا الأمر جعل هذه الشركة تقوم بنوعا ما الارتقاء إلى مستوية متقدمة أصبح الكثير يعرفها وكذا مثل آخر وهو منصة دان دوت كوم الذي الآن تمتلكها جودادي فسابقا دان دوت كوم كان اسمها انديفلوبت أوكي وبعد ذلك قامت بتغيير الاسم الخاص به إلى دان دوت كوم والآن أنتم ترون بأن دان دوت كوم هي قوية جدا سأعطيكم بعض الأمثلة الفاشلة بعض الشيء هنا سنتكلم حول فيسبوك أوكي لأن فيسبوك كان اسمها فيسبوك لكن غيرت الاسم الخاص به إلى ميطا دوت كوم لكن الجميع لازال إلى حدود الساعة يتكلم حول فيسبوك يقول فيسبوك لا أحد يقول ميطا دوت كوم إلا الأقلية النادرة مثل آخر والذي هو وو كوميرس دوت كوم وو كوميرس دوت كوم كذلك قام بتغيير الاسم الخاص به إلى وو دوت كوم لكن مع الوقت وجد بأن الكثير لازال يتذكر وو كوميرس وهنا قامت بالرجوع مرة أخرى وأرجعت وو كوميرس دوت كوم هذا يعني بأنه وبكل بساطة الشركات عندما تقوم بعمل ريبراندين فهنا هي يجب أن تقوم بعملها بشكل استراتيجي بشكل مضروس بشكل قوي حتى لا تقوم بفقدان الزبائن الذين قامت بجمعهم طيلة السنوات برأيك أنت الذي تسمعوني الآن هل في نظرك هذا الريبراندين خاص بسكواد هرب هل سيكون في صالحها أم أنه سوف يكون شيء سلبي وسوف يجعلهم يقومون بتضيع الكثير من الطرافق وكثير من الزبائن وهكذا فقل لي في التعليقات ماذا تطن هل ترى بأنه اختيار جيد هل ترى عنو عن ما خطوة جيدة بالنسبة لسكواد هرب أم أنها خطوة ليست في محلها فعلى عامل سأقوم بقراء جماعة التعليقات الخاصة بكم وإن شاء الله نقوم بالتفاعل ونقوم بمعرفة كل تلك الأشياء فأتمنى بأن أكون شيء واضح أتمنى بأن أكون شيء مفهوم تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته